حاجات الواحد بيشوفها غريبة جداً غريبة جداً ومش عارف الحقيقة هو ليه بيحصل كده ليه كده يعني تحس ان احنا دايماً كل مطش بنلعب بسم الله الرحمن الرحيم ناصين واحد وعلى حسب بقى المستوى مش كويس دي كرة قدم يعني مش الـ 11 بيبقوا كويسين ولا الـ 11 هيبقوا وحشين النهاردة محمد صلاح خارج الفورمة طيب وبعدين عمر مرموش خارج الفورمة بقاله 3 مطشاط عمر مرموش خارج الفورمة مصطفى محمد يعني ما اقول مش عايز اقول ان هو خارج الفورمة عمر السلية انني حد شاف انني النهاردة هو بيلعب في وسط الملعب ففي حاجات معرفش لكن هي في الاخر هي وجهات نظر وكل مدير فني له مدرسته وكل مدير فني له وجهة نظره بيحاول يطبقها طالما بيكسب احنا بنحاول نساعد انا نفس اشوف منتخبنا الوطني في دور الـ 16 بيلعب الجزائر بيلعب غينيا بيلعب كودفور ابقى وانا قاعد متطمن ان هو حيكسب وعندك الامكانية ان ده يحصل يعني عندك الامكانية ان ده يحصل انني مش كويس يقعد انني لغات لما يبقى كويس وعندك حمد فتح يلعب او عندك مهند لشين يلعب عشان محدش يقول ان انا بتكلم مع قناة القليل بيبقى بتكلم على حمد فتح لا لعب بس هو طبعا الافضل حمد فتح لكن اللي احنا بنشوفه ده الحقيقة برضو موحاجة تحرق الدم يا جماعة اكسبنا واوصلنا لدور الـ 16 اه فرحانين واو مبسوطين بس ده طبيعي يعني منتخب مصر يصل الى دور الـ 16 ده خبر طبيعي تلاقيه في اي جورنال او في اي موقع ان منتخب مصر يصل الى الدور الـ 16 مبسوطين وفرحانين اه مبسوطين وفرحانين بس ده طبيعي ما اتعملش انجاز يعني ولو منتخب مصر وصل للمباراة النهائية اه مهدت من الطبيعي جدا لان مصر دائما من المنتخبات المرشحة بلاش من اول خمس منتخبات مرشحة للفوس بها دي البطولة ممكن مصر رقم 3 او 4 او 5 ماشي دايما في كل البطولات كده فما فيش مفاجآت في اللي بيحصل فانا الحقيقة والمنتخب السوداني منتخب جيد ومنتخب رائع ومنتخب شباب ومنتخب كذا واخوات وكل حاجة ولكن من الناحية الفنية انت تستطيع ان تفوز على المنتخب السوداني عادي خالص عادي خالص هتقول لي ما انت كنت مبرح بتقول صعب دايما يعني اي مباراة انا بشوفها صعبة لغاية بعد نهايتها انا كده